نادي الأهلي بيشارك اليوم في المنتدى الأول للحوكمة الرياضية في مصر الذي نظمه المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة هو طبعا مكان تابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية انطلقت فعاليات المنتدى تحت شعار تعزيز الحوكمة الرشيدة في الرياضة بمصر ومثلا نادي المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي بحضور كوكبة من خبراء الحوكمة الرياضية والأكاديميين وممثلي الأندية والاتحادات الرياضية والمنظمات الدولية محمد سراج دكتور محمد سراج أكد خلال كلمته أن الأهلي كان حريصا على المشاركة في فعاليات المنتدى إيمانا بأهمية التعاون بين كافة المؤسسات والهيئات من أجل الوصول لأفضل ما يمكن من برامج وخطط لمواجهة التحديات التي تواجهها الرياضة وذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية وأوضح أن النادي الأهلي يقدم نموذجا رائدا في تطبيق أسس الحوكمة في مجال الرياضة بعدما تم وضع النظام الأساسي للنادي من خلال اللوائح التي تستند في المقام الأول على تعظيم دور الجمعية العمومية في رقابة عمل المجلس وهو ما أصفر عن إنشاء شركات الأهلي لكرة القدم والخدمات الرياضية والمنشآت وفقا لقانون الرياضة دكتور سراج اختتم كلمته مؤكدا أن هناك توافقا بين منهجية العمل في الأهلي والأهداف التي يعتمدها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذي يقوم بدور مهم في التدريب والتطوير بما يتناسب مع رؤية مصر 2020 من خلال مجموعة من المبادرات والبرامج التي تهتم بتعزيز مبادئ الشفافية والحد من الفساد وتعظيم التنمية الاقتصادية المستدامة وكذلك تطبيق المعايير الجودة في كافة المجالات أكد وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصر لكرة القدم ماشي طالما كابتن وليد قال هذا الكلام يبقى حنصدق أن مباراة الأهلي وبرامجز في ربع نهائي كأس مصر ستقام بتقنية الفيديو أضاف أنه لا صحة تماما لما تردد بأن المباراة ستقام بدون تقنية الفيديو مؤكدا إقامة اللقاء بتقنية الفيديو وستلعب المباراة مساء يوم 26 يونيو الحالي على استاد القاهرة الدولي في آخر مباراة ربع نهائي بطولة كأس مصر كأس مصر اللي فات يعني على أن يلعب الفائز أمام بيتروجيت في قبل النهائي ماشي